هروح مع حضرتك يا فش مهندس أعتقد لنقطة مهمة جداً لكل الأمهات بتعاني دايماً من كراكيب الألعاب الكراكيب إحنا بسمينها كراكيب كده في المئة هم بيقولوا عليها ألعاب بس إحنا حاسين إن الموضوع يعني مفرد جداً ألعاب في كل حتة حتى لو جبنا بوكس وحطينا فيه بيلاقي علشان يطلع لعبة معينة بيطلع كل الألعاب عشان يجيب اللعبة اللي هو عايزها فالموضوع بيوسع هل في حاجة مخصصة أو أماكن مخصصة حاجة ممكن عملها في ديكور القوضة سواء لولد أو بنت تتحسسني إن الموضوع مش محتاج إنه يكون فيه كراكيب هو يعرف يجيب لعبته بسهولة؟ تمام فيه دلوقتي كل الانتيريو ديزاينرز بيرعوا الحتة دي بالأخص للأطفال إن بيبقى عبارة عن زي شلفز أو أرفوف تتحط على الحيطة بيبقى فيها بوكسيز البوكسيز دي ممكن بتبقى متلونة بطريقة أو بأخرى مثلاً اسم اللون محطوط فيه على اللون نفسه أرقام حروف دي تبقى شايف الطفل اللعب بتاعته وفي متناول إيده بحيث إنه هو لما بحب علمه حتة النظام إنه مثلاً عايز يلعب بلعبة معينة فعارف مكانها فين بيفتح الدرج أو البوكسيز بتاعها دا بياخد اللعبة بيخلص لعبة بيها بيرجع يرجعها تاني فيعني بتبقى سهلة للطفل إنه هو يلعب وسهلة في نفس الوقت إنه إحنا نعلمه حتة النظام وحتة إنه هو دا ما يبقى مرتب القوضة بتاعته في تجديد الفرشة أو إنه يعني لسه مولود عمره يعني لسه مامته جايبه وبتجهز القوضة نعمل الرفوف دي نجهزها ولا القوضة تكون مجهزة لعمر الطفل في التوقيت دا وبعد كده نحاول نجدد في القوضة بالضبط هي بتبقى بتبقى مجهزة لإنه مالهاش لازمة في الوقت دا يعني هي ممكن أنا كبيري والطفل مولود مثلا إن أنا عندي ترابيزة عشان أغير للطفل يعني بotingiovijdة أو حمية عليها حتى بتبقى الأم وقفة مش تانية ضهرها إحنا معنا بقى صور حضرتك تعل أن لنا دي الرفوف تقريبا لا دي عبارة عن اللي هي البوكسيز A تمام كمان في صور تانية دي سهلة جدا في الاستخدام هيفتح الدرج أو في الرف هيجيب اللعبة اللي هو عاوزة ويحطها مكانها ع ربزادي دائماً القوضة بتبقى متركبة احنا هنا جنب الدولاب فيه أورفوف كده فيه أورفوف بردو نفسي جميلة جداً دي بناتي قوي اهي اه ما دي خاصة لسه بالسكشن بتاع البنات وفيه برضو يبقى خاص بالسكشن لأولاد يعني فيه صور كمان للأولاد اللي هي فيها اللعب بقى الحركة سألت عليها اللي هي بتاعت ده كده أولاد بردو تمام عشان ألوان بقى أولاد ها الألوان بتبتدي يعني ولو ان خلاص الموضوع بتاع الألوان ده في الحديث اه ابتدينا نطلع بقى من الإطارة اه نعرف بقى الجديد من حضرتك نعرفين الولد دايماً لبني الحاجات اللي هي أزرقات البنات بينكات روزات كل درجات اللايت بينك فعايزين نعرف من حضرتك الألوان دلوقتي أو الموضة ايه الموضة دلوقتي بقت متجهة يعني زي الصورة دي مثلاً دي الصورة دي بتكلم في اللون بتاع اللي هو فكرة السيم فكرة السيم مثلاً لو الطفل حبب بحر وواصة ومركب بعمل بيسمون نمط الواحد إن أنا بعمل الحيطان كلها على شكل مثلاً غواصة أو الحيطان كلها على شكل سماء وطيارة أو الحيطان كلها على شكل غابة وفيها حيوانات ده النمط الواحد فيه كمان نوع تاني بيبقى اللون المطفي اللون المطفي ده مثلاً زي الجري الجري الخفيف يعني اللون فاتح وجري في نفس الوقت بس ده لما بحب بعمله بعمله يعني بيبقى حيطة واحدة وفيها بسموه أكسنت وبقية الحيطان فتحة أوه يعني لون واحد فاتح جري مع اي فاتح؟ جري مع أبيض مثلاً تمام؟ ده يمشي ولاد وبنات يعني غرفة ولاد وبنات يعني؟ ده يمشي لا أكتر أولاد البنات ممكن بيبقى لون وردي مثلاً وبقية الحيطان بيضة آآآآ فيه بيبقى ميكس ببقى بين لونين آآآ يعني بدخل لون مثلاً الأصفر مع الرمادي الفاتح آآآ الله فأو دخل مثلاً لون وردي مع أبيض أو بنفسجي فاتح مع أبيض آآآ فبقيتني دخل لونين مع بعديهم بحيث إنه هو كمان لونين دول بيخدموني لو قودة مشتركة ببقى بين ولد وبنت آآآ ده أنا هتكلم عن المشتركة دي يعني في سؤال خاص بس يعني فكرة إنه الألوان اللي هي السبتة إن الولد يبقى أزرقات أو لبنيات والبنت بنكات وبكل درجاتها ده ما بقاش موجود آآ اختلفت الحتة دي وكمان بقى عندنا كم كونسب زمان يقولك السقف فاتح والحيطان هي اللي غمقى آآآ لأ دلوقتي الكونسب الجديد يبقى السقف غامق يعني ممكن أستخدم الأزرق والأسود في السقف آآآ لون مثلا اللبني مع وعمل سحاب في السقف عشان نعمل شكل في السقف في يدين وحيطان تبقى فاتحة طيب أنا شفت في السور يعني وهذا عايز أسأل حضرتك عن المكاتب في القوضة من عمر الطفل قد إيه نحط مكتب يعني هل هو يعني مثلا لسه في الحضانة أو في كيجي مش محتاج مكتب هل لازم نعمل ده في الأول ولا لما يحتاج ويدخل مدرسة نحط مكتب في القوضة؟ لا ده من سن مبكر جدا نحط المكتب لازم لازم ووضع المكتب في قوضة الطفل قول ما يبتدي يمشي أو يبتدي يعرف يقعد على كرسي وبيلون ده بتغرس فيه حتة حب لو عاد على المكتب والمذاكرة فيما بعد فدي بتأسس فيه حتة إن هو يقعد فترات طويلة على المكتب يذاكر يبقى منظم في الحاجة بتاعته يعني بنأهله بنأهله إن هو لما يدخل المدرسة يبقى عارف إنه لازم نعمل على مكتب وفيه الأشكال بقى اللي هي المكاتب دي يعني مختلفة بقى حسب عمر الطفل طبعا كل عمره وليه مقاسات معينة بحيث إن هو لما يقعد فترات طويلة على الكرسي ظهره من وجعهوش أو يؤثر على ظهر وإحنا كده هنغير الدكور كتير جداً نغير المكتب ونغير القوضة نعم هو دلوقتي لو عامل القوضة زي ما قلت حتت فيها كرش فوتيل اللي هو حديث الولادة والسرير اللي هو بجانب ده للبيبي وترابيز علشان تغير وحطة خزنة كده ليه بعد كده عندي فيه حطة فاضية قردي أقدر أحط فيها للمكتب لما يبتدي بقى يعرف يقعد وهكذا بقى يعني وبرضو السرير السرير اللي لما هيتشال هيتتيب مكان المكان ده ممكن أبتدي أعمل فيه سرير ويقيدوا لاب يعني ده بالنسبة حتى للقوضة الضيئة